قال الرئيس برهم صالح في كلمة العراق أمام الأمم المتحدة أن أمننا مرتبط بأمن المنطقة وعلى المجتمع الدولي إيجاد حل لما تمر به المنطقة من أزمة بما يوفر الأمن والاستقرار فيها مطالبا بإنهاء الحروب خصوصا وأن الارهاب لا يزال يحتاج إلى عمل مشترك وشدد صالح على أن استقرار العراق فيه مصلحة للجميع الذي يمكن بناء المشتركات عليه بما يحقق الاستقرار بالمنطقة مبينا أن عمق العراق الحضري يسمح لبلدنا بمكوناته كافة أن يكون عاملا مساعدا لتحقيق التقارب بين الدول وأكد صالح أن استهدف أمن الخليج والسعودية أمر خطر مبينا أن الحل في المنطقة يقوم على عدم تدخل بشؤون الدول والعمل على تهديئة الأوضاع داعيا إلى بناء منظومة أمنية مشتركة في المنطقة وتأسس منظومة لاستقصال الإرهاب ترجمة نانسي قنقر